السلام عليكم درالي مرحبا بكم في حلقة جديدة من السلسلة الضمان 20-20 اليوم شاء الله نخدم معكم تمرين زوين في القواني الإحصائية اللي كان في وطني 2014 من نسبة تخصص S-VETA في النورمان يعني تمرين زوين بزعف تمنى كل شي يفهمه بصراحة لأنه زوين ممكن نقول لكم زوين بزعف هي أسئلة كثيرة ومفيد بزعف إذن تمرين رجعته بهتشكل هذا كما كنت نستعمله في الواسخ هل تمرين كنرجعه بحط طريقة هذي باش يسهل علي الفهم دياله إذن عندي التزوج الأول بين نبتددuan شكل كراوي ونبتددuan شكل طاول هنا نعندي تزوج بين نبتتين يعطينا F1 جميع أفراده لو هم شكل بيضاوي هذا التزوج هذا شنو يمكن لينخرج منه آن دابا مثل الي كتتفرج حاول شوف التزوج، حاول تفكر قبل ما نعطيه أنا الزاوة نبتددن شكل كراوي ونبتددن شكل طاول يعطينا F1 جميع أفراده لو هم شكل بيضاوي هنا يعني مش هكذا يختلفهم بالصفى الصفى مرحب't F1 جنسي لك جميع أفراده إذن حسب القانون الأول من دل آباء مسؤولة ناقية ضرورة سنجل وثير كذلك أفراد F1 عندهم شكل بيضاوي يعني صفة جديدة واسيطة يعني هناك تساوي سيادة بين الحال المسؤول عن شكل كراوي والحال المسؤول عن شكل طاوي ثلاثة الحويجات لبنوا ليمنها هناك يختلفوا في صفة واحدة وأن حسب القانون الأول من دل لأن F1 متجنس لآباء مسؤولة ناقية وأن هناك تساوي سيادة حيث أفراد F1 يحملون صفة وسيطة إذن الحال المسؤول عن شكل كراوي هناك تساوي بين الحال المسؤول عن شكل كراوي والحال المسؤول عن شكل طاوي التزاوج الثاني قلت لك F1 مع F1 يعني هاجين مع هاجي هذا تزاوجناهم أعطانا F2 اللي هي 25% فاجل كراوي 25% فاجل طاوي لهذا كانوا عند الأباء مظاهر أبوية و 5% فاجل بيضاوي يعني هذا مظهر جديد وهذا النتائج كالتوافق لي في حالة تزاوج الهجناء عندما يكون يعني تساوي السيادة تزاوج ثلاثة عدنا نبتة بشكل طاويل وبيضاء و عدنا نبتة يعني بشكل كراوي وحمراء زاوج ناجوش أعطونا F1 شكل بيضاوي ولون وردي شكل بيضاوي ولون وردي إذن F1 جنسي لأن كل الأفراد عندهم هاتزميس إذن حسب القانون الأول من دل أباء مسؤول عن ناقية تاني حاجة عندي شكل طاويل كراوي عطانا بيضاوي دايجة هضبنا عليها أن هناك تساوي السيادة بين شكل كراوي والطاوي عنا شو بدأ بيعتي الصفة الخراوي بيضاء حمراء طانا وردي يعني هناك تساوي السيادة بين الحالي المسؤول عن اللون يعني الأبيض والحالي المسؤول عن اللون الأحمر يعني تساوي السيادة عندي بنسبة لصفتين هنا المدروساتين جوجهما التزاوج هادهم لأن هنا التزاوج سلالتين تختلفان في الصفتين يعني هجونا تنائية و في التزاوج الرابع قال لك شكل طاويل لون وردي مع شكل بيضاوي لون وردي اعطينا مجموعة المظاهر هنا لاحظوا معيش حامو مظهر بوكينسا دي المظاهر إذن يعني هادوم رمشي مسولة ناقية دليل على أنهم هجاناء هادوم احنا نشوفوا شنو غديوقع والسؤال كيفاش غيتحط على هاد تزاوج هاد وكذلك نفس الشيء غتعرف يعني من غيوقع شكل طويل يعني ولون وردي مع شكل بيضاوي ولون وردي تعرف شنو غديوقع لأنه كنقول وردي وردي يعني عندي صفة جديدة يعني هادا را مختلف لإقشارة بنسبة الشكل اللون هنا نقطة طويل را يكون يعني متشابه لأن هذا طويل لأنك ينتسوي السيادة إذن هذا غيكون يعني متشابه إقشارة الشكل البيضاوي نسبة البيضاوي غيكون مختلف إقشارة وردي كذلك مختلف الإقشارة إذن هذا غيكون ربعة هادا كله هاجين ربعة بيوم هنا كين يعني صفة وحدة كين هادية منسبة يعني تكون بحل بحل من تشبه القشيران وهذا سيكون مختلف القشيران لعنى صفة وسيطة اه مشي ده بنخدم الأسئلة ديالي دوك غنبداع دوك اسم الله دوك السؤال الأول قال لك يعني في السؤال ماذا تستنتج من نتائج التزاوج الأول دوك ماذا تستنتج من نتائج التزاوج الأول التزاوج الأول شنو كتستنتج قال لك من التزاوج الأول شنو كتستنتج منه شنو قلنا نستجو من التزاوج الأول نستجو أنه يعني كل هجونة وحدية سيفة وحدة هجونة وحدية شنو آخر دوك هذي أول حاجة لأن دراست انتقال صفة وراثية وحدة كذلك يعني عندي جيل اف ا يعني متجانس جيل اف ا متجانس وحسب القرل الأول من دل أباء مسلالة ناقية إذن جيل اف ا متجانس دوك متجانس وحسب القانون الأول من دل القانون الأول دوك لمن دل دوك الأباء من سلالة ناقية الأباء من سلالة ناقية سلالة باش نعرف تسميرين ضروري قسنا نعرف ما سلالة ناقية ولا غير يعني ناقية يعني هجينة ضروري قسنا نخلق جواه كذلك أفراد اف ا يعني يحملون صفة وسيطة يعني الشكل البيضاوي يعني هناك يعني يعني هناك تساوي السيادة تساوي السيادة تساوي السيادة بين الحليل المسؤول عن الشكل القروي بين الحليل المسؤول يعني الشكل الكراوي والحليل المسؤول الشكل الطويل يعني عندي تساوي السيادة بين الحليلين sharp حتى ع pila الدعونا الرموز هنا يعني القرائي نقول هنا الجه كبيرة وبنسبة الطاولة يقعدنا الكبيرة هذا هو الرموز الذي لدي هنا، هذه هي الاجابة على السؤال الأول السؤال الثاني، قلت أعطي التفسير السبغي للتزاوج الأول والثاني مستعينا بشبكة التزاوج، لذلك أنا أعطي تفسير السبغي تفسير السبغي تفسير السبغي ينتزاوج لتزاوج الأول تزاوج الأول سهلا تفسير السبغي ليس شيء صعيب لاحظوا معي تفسير السبغي ما سنفعل أول شيء نبدأ بالمظهر الخارجي المظهر خارجي هل ماذا عندي هنا حماأنني مثلا عندي نبتة باللون ولا بشكل يعني بالجال اللي اعطيناه الشكل القراوي وزوجناها مع نبتة اللي عندها يعني اللون يعني طاويل يعني يبتة بشكل طاويل لك هذا المضهر الخارجي في النمط الوراثي النمط الوراثي كيف هيكونوا؟ قلنا سولة نقية إذن سولة نقية سيكون لدينا ج كبيرة على يعني ج كبيرة على س كبيرة لكبيرة لأنها التساوي السيادة وعندي ال كبيرة على لكبيرة لأنها التساوي السيادة من بعد كم شي الأمشاج دوق الأمشاج هذا غعطيني مشيج واحد للج نكتب حدها المية في المية نكتبها وهذا كذلك غعطيني لأل ونكتب حدها المية في المية حالك من بعد غيطلق لي يعني هذا المشيج مع المشيج الآخر وعطيني يعني التشكلية يعني لأل على الج لأل على الج وهذا هو الج الأفا هذا هو الج الأفا اللي في المظهر الخارجي دياله غيكون هو ال الج وندير لا فاصيلة لواله حالة الج المظهر دياله هو الج دوق هذا هو أفا دوق هذا التزاوج الأول دوقنا ندر تفسير السيبري لتزاوج إثنان التفسير السيبري للتزاوج إثنان تلاحظ معي في التزاوج إثنان كيف سندر تفسير السيبري دوق تفسير السيبري ديال تزاوج إثنان كان عندي هذا مع دوقنا فا مع فا دوقنا هناك تلمية في المية نكتب حتى يهده دوق عندي فا اللي هي في المظهر الخارجي دياله الج سواء الج ولا الج يعني ندير أنا اللي بغيت كان زاوجه كذلك مع أفا اللي كذلك عنده الج غير هو حاجة وحدة اللي درته الفوق يعني يبدأ بهم لول درت الج ندير الج درت الج الج يعني بحال بحال إذن هده في المظهر المظهر الخارجي في النمط الوراثي كيش غايكون هاد دوق هذا غايكون يعني مختلف الاقتران الج هو هذا الج وهنا كذلك غايكوا عندنا الج هاتة أفا مع أفا في الأمشاج ell Jul Elliot 5inger يعني واحد على جوش وغا يعطينا كذلك AL واحد على جوش نفس مناسبا هذا غا يعطينا J يعني واحد على جوش وغا يعطينا كذلك AL واحد على جوش إذن هنا هنا هاده في الأمشاج إذن الملسهر إلى قبل شبكة تزاوش الشبكة التزاوج إذن هنا شبكة التزاوج نحاول نديرها فرقة أخرى نحاول تتبع معايا مزيلا شبكة التزاوج أشغال ندير الشبكة اللي نصحك بها يأن الشبكة ديرها واضحة ندير الشبكة الداخلة صغيرة يعني بحل يعني عندك مشكلة في الوراق الوراق موجودين ندير الشبكة ديري واضحة هايكون عندي فيها أربع دي الأمشاج هنا غايكوعدنا L وهنا يا جي ما ننساش النساب واحد على جوج واحد على جوج وهنا كذلك يعني L وعندي كذلك جي ما ننساش النساب واحد على جوج واحد على جوج نساب ضروري الدراري دوك هنا L مع L يعني في مضحة الخارجي غايكو عندي هو L هنا غايكوعدنا L على جي دوك غايكوعدنا L جي دوك هنا كذلك واحد على أربعة دوك هنا واحد على أربعة هنا سوف أعطينا الج في المظهر سوف يكون الج هنا 1 على 4 هنا سوف أعطينا الج على الج في المظهر سوف يكون الج والنسبة هي 1 على 4 إذا ما حصلنا هنا؟ حصلنا على أن في مبعد هذه النتائج نحصل لحصلنا على لدي L كيف حصلت على L؟ لدي L هي 1 على 4 J كيف حصلت على G؟ 1 على 4 L كيف حصلت عليها؟ الج كينا هنا وحدة وكينا وحدة هنا يعني 1 على 4 1 على 4 هي جوج على 8 يعني 1 على جوج يعني 25 25 يعني كيف نرى هنا؟ يعني تطابق بين نتائج نتائج يعني النتائج لأعني هنا اللي هي نظرية نتائج النظرية نظرية مع التطبيقية مع النتائج التطبيقية وهي نتائج تطبيقية يعني تطابق بين نتائج نظري مع النتائج تطبيقية إذن هدا هو السؤال الذي كان عندي السؤال كان 2 هذا هذا السؤال أثنان السؤال يعني سؤال 3 السؤال الثاني كان كما يعطيت تفسير السبغ للتزاوج الأول والثاني هذا مسس الان كيف سلنا السؤال السالس ماذا تستنتيج من نتائج التزاوج الثالث ماذا تستنتيج من نتائج التزاوج الثالث ثلاثة ماذا تستنتج من هذا التزاوج ثلاثة؟ ها هو التزاوج ثلاثة شوف معي مزيان هو هذا الشكل طويل وضيضاء مع شكل كرة وحمراء اعطانا شكل بيضاء ولون وردي قالك شنو تستنتج من هذا التزاوج هذا؟ إذا هنا بنسبة لهجونة هنا لدينا هجونة تنائية هجونة تنائية شنو آخر؟ لدينا فا متجانس فا وتجانس حسب القانون الأول لمندل وحسب القانون الأول لمندل الأباء من سلالة ناقية الأباء من سلالة ناقية ثالث حاجة شنو هي؟ لدينا السيادة السيادة بالنسبة للشكل ذيجة هضرنا عليها يعني هضر للسيادة بالنسبة للون شنو هنقول؟ يعني تساوي السيادة بالنسبة للنو بالنسبة للون حيث لأن أفراد فا يحملون صفة وسيطة لأن بالنسبة بالنسبة للون إذن هنا ندير الرموز ندير مثلا الأبيض يعني أبيض وأحمر أبيض بكبيرا يعني الأحمر يعني أكبيرا با يشنو من الرموز إذن هذا هو يعني السؤال لأن ألف كان ثلاثة ألف كان ثلاثة با إذن با با قال لك علما أن المورثتين مسؤولتي عن الشك واللون الفجل مستقلاتين أعطيني معلومة لدينا المورثتين المورثتين مستقلاتين مستقلاتين لدينا نكتبها في ورقة تحرية ماشي مشكلة باش نبين أناني شنو كان نخدم لدينا يعطي تفسير السبغي لنتيجة هذا التزاوش قال لك أن أعطيه تفسير السبغي وعطيني الرموز يعني با كبيرا با صغيرة من سنلون وآه كبيرا وآه صغيرة من نسبة اللون الأحمر لدينا تفسير السبغي ندير تفسير السبغي دي علي أدن طريقة سهلة تفسير إلا تتفسير تفسير السبغي ما يصبح باين تفسير السبغي لنتزاوج تزاوج ثلاثة كما بدأت تفسير السبغي دائما بالمظهر الخارجي مظهر الخارجي للآباء خارجي لآباء لدي المظهر لدي وكوراوي وحمراء إذن نزوج الأول بقى نزوج مع الأب الثاني الثاني يعني طاويل وأبيض والثاني عندنا كوراوي كوراوي يعني الجي وكذلك أحمر يعني أغ كبير في النمط النمط الوراثي نسبة النمط الوراثي سيكون لدينا مستقلة إذن هنا الجي على الجي علاش درسي الجي لأن السولة لنقية وهنا R على R علاش لأن السولة لنقية هنا سيكون عندي L مع L وعندي كذلك يعني B مع B في الأمشاج الأمشاج حالي يعطينا مشيج هذا يعطينا مشيج واحد علاش لأن الجي مع R كيبقى هي نفسها إذن الجي مع R إذن عندي الجي وعندي هنا R ونسبة اليالهم هي 100% يعني 100% ونشيج واحد هنا سوف يقعد لنا L و سوف يقعد لنا كذلك B والنسبة دي روحة هو 100% يعني ماشيج واحد ثم سوف يتلقى الياد الأمشاج سوف يعطينا F1 سوف يتلقى L مع J سوف يعطينا L ج حيث أنا قدرت L فوق سوف يعطينا كذلك ندير R B و ندير B على R لكي أبقى لدينا اسميته ب R إذا هذا هو الجيل يعني هذا F لديه هنا لذلك اسمها كذلك F1 في المظهر الخارجي ما سوف يكون لدينا L ج لدينا L ج فاصلة و يكون لدينا كذلك ب R ب R هذا الشيء يكون لدينا في المظهر المنسبة لF اللي هو 100% 100% عندهم هذا المظهر إذا هذا هو السؤال ثلاثة B ثلاثة ألف و ثلاثة B السؤال الربعة شكي يقول قال لك السؤال الربعة إعطي التفسير السبرة لنتجة هذا التزاوج متسعينة مثبكات يعني التزاوج هنا قدروا له عن التزاوج الرقم المد نعطي التفسير السبرة لتزاوج الرقم أربعة إذا التزاوج الرقم أربعة إذا هنا غس نلخدم العقل ديالي لهفك الهساب المنسائج الذي عندي كيف يمكن بان جاوب عليه. دوك عطا تفسير سبغي. تفسير سبغي للتزاوج رقم اربعة. اه. دوك تفسير السبغي للتزاوج اربعة. اذا انا في تفسير السبغي شنو غادي ندير? تفسير سبغي سهل. عندي اه شكل يعني طاويل. دوك الشكل الطاويل كيعطيني انك يداية. دوك المظهر دائما المظهر الخارجي. المظهر الخارجي. مظهر الخارجي دائما ديال الاباء. ضروري. مظهر خارجي للاباء. اذا فضل مظهر الخارجي شنو عدنا? عدنا الشكل الطاويل. الشكل الطاويل هي L. دونك لون وردي. اني كنقول وردي يعني وردي شي صيفة جديدة. يعني عاكو عدنا بأغ. عاكو عدنا يعني بأغ. دونك L بأغ. دونك هذا الاب الاول. زوجناه مع الاب الثاني شنو غايكون عندي? قال لك بيضاوي. نسبة البيضاوي يعني صيفة وسيطة. دونك يعني LJ. بيضاوي ولون وردي. لون وردي كذلك يعني بأغ. لون وردي يعني بأغ. اذا انا نخص جقول علاش? علاش ديرنا هاتشي هذا? علاش عطينا هاد سميشو? علاش اللي انا لاحظ معايا. عندي هنا يا? عندي عندي هنا لون طاويل. طاويل L. علاش L. يعني لانا بين L. لانكو عندي ما. عندي تساوي السيادة. إلا كان طاويل غايكون L. إلا كان بيضاوي غايكون G. إلا كان يعني كوراوي غايكون عندنا بيضاوي. إلا كان طاويل. L كبيرة لكان كوراوي. G كبيرة. وإلا كان بيضاوي غايكون عندها L. يعني ثلاثة. من نسبة اللون. كان يعني أبيض. بي كبيرة. كان يعني أحمر. G كبيرة. كان وردي بي. لانا تساوي السيادة. إذا في النمط الوراثي. النمط الوراثي. شنو غا ندير هنا في النمط الوراثي. النمط الوراثي بين. هدا يعني عندي هنا. نبدأ بهذا. L. عمق الموريت هاتشين يعني مستقل لسين. إذا L. هاتشون على L. حيث كان سيادة تامة. حيث سيادة تامة. وهذا يعني. يعني طاوي. يعني L. هنا غا تكوعدنا. يعني B. B على R. B على R. علش? لان عندي بجوج الحالي اللي ينبجوج. هنا غا تكون بيينتها. هو L على J. وهنا كذلك يعني B على R. إذا هنا يفضل نمط الوراثي. من بعد الأمشاج. طوك هنا نشوفوا الأمشاج. هدا سحالة يعطينا. يعطينا L مع B و L مع R. و L مع B و L مع R. يعني عندي يجوج. يجوج احتمالات. نكتبهمها كعمودية. يمن يكون بزاب من أحسن نكتبهم هكا باش ما نخطاش. دوك L B. وعندي كذلك L R. شحالة نسبة ديارون. دوك هدا واحد على جوج. خمسي في المياه. وهدا واحد على جوج. توا خمسي في المياه. هنا شحالة يعطينا من ماشيش. شوف معايا مزيش حالة يعطينا من ماشيش هنا. دوك هنا غا يعطينا يعني L مع B. L مع B و L مع R. و L مع R. يعطينا كذلك L مع B و L مع R. يعطينا G مع B. و يعطينا كذلك L مع R. يعطينا ربعات الأمشيش. دوك ربعات الأمشيش هنا. حالة يعطينا من ماشيش. يعطينا يعني ربعات. يعني ربعات ديال الأمشيش. إذن هنا نسبة دياله تكون يعني واحد لاربعة و واحد لاربعة من نسبة نكون ماشيش. من بعد كنمشيش شبكة التزاوج. ممكن أعطينا بزفد الأمشيش. ضروري كنديرو شبكة التزاوج. شبكة التزاوج. إذن في الشبكة نحاول ما أمكن هدو كلي بزفد نجديرهم يعني على طول. دائما نحاول تستعمل هك. يعني هنا يكون بحالك. يعني هادي هناك. دوك ها واحد. دوك ها واحد. ها جوج. ها ثلاثة. ها اربعة. إذن حالك. دوك هنا عندير هاد الجوج اللي عندي هنا. دوك L وعدنا كذلك B. وهنا غايكو عندنا L وكذلك R. دوك عندما نسبة واحدة لجوج. واحدة لجوج. إذن هنا غايكون عندي L مع B. وهتكون عندنا كذلك L مع R. وغايكو عند ذلك J مع B. وهتكون J مع R. إذن نبضل يعني عندير تزاوجات الحتمالات ديالي. دوك ها يكون عندي L مع L. وكذلك B مع B. وهنا غايكو عنديني هنا يا L B. L B. هنا كذلك L مع L. وكذلك يعني B. دوك هدرا B هنا يا. واعطينا B مع R. B مع R. يعني شنو غايكو عنديني في المظهر؟ غايكو عنديني هنا يا L. دوك هنا L. وهنا غايكو عنديني بR. 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 L بR. دوك هنا غايكو عنديني L مع G. وعدنا كذلك B مع B. دوك B مع B. يعني شنو غايكو في المظهر؟ دوك غايكو L G. L G. وهنا يا B. L G B. دوك هنا عدنا كذلك L مع G. L مع G. وعدنا B مع R. B مع R. إذا شنو غايكو عنديني هنا يا. غايكو L G. L G. وغايكو عندنا B بR. L G مع بR. هنا شنو غايكو عنديني هنا كذلك؟ يعني L مع L. دوك غايكو عندنا بR. وعندي كذلك B مع R. بمع R. دوك هنا في المظهر. غايكو عنديني هو L بR. L بR. دوك هنا L مع L. L مع L. وعندي كذلك R مع R. دوك R مع R. إذا شنو غايكو عندنا هو L. R. ال R. كذلك هنا يا. عندنا G. يعني G L مع G. دائما عندي راح دي ما استعملت الفوق. دونك ال جي. وهيكو عدنا كدلك بي مع اغ. دونك هنا غيعطينا ال جي فاصلة يعني با اغ. با اغ. وهنايا دونك ال مع جي. ال مع جي. وعندي اغ مع اغ. دونك اغ مع اغ. يعني شنو هيكو عندي في مدهار هنا يا. هتكون عندنا ال جي. وعندي اغ. ال جي اغ. اذا هذية شبكة تزاوج عندي هنا يا. من بعد شنو كندير. كندير النسب. نسب اللي حصلت عليها. دونك نحصل على. دونك نحصل. دونك على. شحال حصلنا. حصلنا على. نبدأ بالل بي. شحال حصلنا على ال بي. نبدأ بهذه. دونك ال بي. شحال عندي من ال بي. لاحظ معايا هنا يا. ال بي. ال بي. ال بي. ال بي. كين واحدة. يعني واحد. شحال عندي هنا دي ال 208. يعني واحد على تمانية. واحد على تمانية. حيث واحد على جوج في واحد على يعني على الاربعة هنا يا. واحد على الاربعة. واحد على الاربعة. واحد على الاربعة. دونك لا تضرب واحد جوج واحد الاربعة. دونك واحد على تمانية. اذا واحد على تمانية من نسبة ال ال بي. نمشي ال ال بي اغ. دونك ال بي اغ. دونك وعندي L وعندي كذلك يعني BR. انشوش حال حصلت على LBR. LBR LBR يعني جوج على ثمانية. جوج على ثمانية. جوج على ثمانية. ها واحدة ها واحدة صافية لكين. جوج على ثمانية اللي عندهم LBR. من بعد LBR نمشي LGB. لك LJ وعندنا كذلك B. لك نقلب على LJB. شحال عندي من L LJ و B. لك لاحظ معي LJB LL LJBR لك كان عندي غير وحدة. لك واحد على ثمانية. من بعد LJB هامشين LJBR لك LJBR لك شحال حصلت على LJBR. لك ها واحد LJBR ها جوج لك كان جوج. لك كان جوج على ثمانية. لك LJBR لك كان جوج على ثمانية. لك أخر LJBR لك LBR LBR لك كان اخر 1 Alright جوج 3, 4, 5, 6, 7 , 8 إذا هذا هو هذا النتائج والله لحظة معي grandes الحال فهو الأمر الناتائج هذا النتائج التي تموما إليا هو فترة نتائج النظرية مع النتائج التجريبية. تطافق النتائج النظرية. نكتبها التحت يعني تحت هذا النتائج النظرية مع النتائج التطبيقية. نتائج التطبيقية. اذا انا وهنا سريت التمرين ديالي. هذا التمرين كان جيد بصراحة. واخا كان طويل ولكن فيه بزاف ديال الافادة لك انتمنى تستفدو منه بزاف والله يسهل لكم الامور ما تنساش تبارتاجي مع صحابك وهذه الحالة حاو تضبطها مزيان ولا خليه اذا لقي تشيش مشكيش عاجة خليه في كوموندان